مملكة البحرين فاعلا في كل جهد يرمي إلى تعزيز وحدة الصف والموقف العربي تشكل استضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك كما تعتبر حدثا تاريخيا مهما ستكون المرة الأولى التي تقام فيها القمة العربية على أرض المملكة قمة البحرين ستنعقد في ظل أوضاع جيوسياسية معقدة حيث تواجه المنطقة مرحلة دقيقة في ظل ازدياد حدة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إقليميا ودوليا وفي ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة ستفتح قمة البحرين المجال لتعزيز العلاقات بين الدول العربية وتقويتها لتقف صفا واحدا أمام مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة وتجسد استضافة المملكة لهذه القمة حرص جلالة الملك المعظم على دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي وتعزيز العلاقات بين الدول العربية بما يعود بالنفع على شعوبها كافة كما تنبثق أهمية القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين من حجم التطلعات والآمال المعقودة عليها للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق تجاه مختلف القضايا الأقليمية والدولية بما يدعم جهود الدول والشعوب العربية تجاه تحقيق التنمية والازدهار إذن فأن انعقاد القمة العربية في هذا التوقيط الدقيق على أرض مملكة البحرين يجسد فرصة تاريخية لعادة ترتيب الشؤون العربية كما يمثل علامة فريقة في تعزيز أسس العمل العربي المشترك